وينضم إلينا من السيديوهات الغد بوسط القاهرة المحلل السياسي إبراهيم الدراوي سيد إبراهيم بداية تعليقك على عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح أمس الثلاثاء من حيث تقييمك لها والآثار أو النتائج المترتبة عليها يعني أنا أعتقد أن ما حدث في رفح كان مبيت له ودعني أدخل معك في نظرية المؤامرة وأنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة ولكن هذه المؤامرة ظهرت يلي عندما لم يزر مدير الـ CIA الأمريكية إسرائيل يوم الاثنين الماضي وأجلها إلى غدا وبالتالي كان هناك اتصال بين الرئيس بايدن والرئيس بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء وطمأنوا على أن حماس وافقت على الورقة المصرية قبل أن تعلن حركة حماس هذا وقبل أن تبلغ الوسطاء بهذا الأمر وبالتالي إذا كنا ننظر لنظرية المؤامرة بعدها مباشرة بن يمين نتنياهو اتخذ القرار وقال بالإجماع وذهب إلى رفح دي واحد اتنين لو نظرت إلى ما قامت بي القاهرة من وضع الورقة ثم دعت رئيس الشباك ورئيس المساد وناقشت معهم الورقة ثم بعد ذلك ذهب وفد أمن مصر إلى تل أبيب ومنذ هذه اللحظة وكان هناك فرد واحد في المجلس الحرب وأيضا في الحكومة الإسرائيلية هو بن يمين نتنياهو من يرفض الورقة المصرية فإذا هناك أمر مبيت ولو نظرت أيضا إلى ما حدث هو الاستلاء على معبر رفح ثم بعد ذلك النهاردة بنرى تسريبات إعلامية أن هناك وفود أمريكية ستذهب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح كل هذه الأمور أو شركة دولية أمنية دولية تدير معبر رفح كل هذه الأمور تجعل أن هناك ضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لبن يمين نتنياهو من قبل بايدن شخصيا بالمرور إلى رفح لكي يبحث على النصر المفقود عند بن يمين نتنياهو يموت فيها عشر تلاف تلات تلاف ده مش عند مشكلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدماء الفلسطينية لا تساوي شيء لدى المجتمع الدولي ولدى الولايات المتحدة الأمريكية لكن إذا قتل فيها واحد أوروبي أو اثنين أوروبيين أعتقد أن الدنيا كلها ستقوم وتقعد على هذا الأمر وبالتالي إحنا بنتكلم على ما قام به بنيمين نتنياهو هو انتهاك لحقوق الإنسان انتهاك لاتفاقات الدولية حركة حماس حشرت والوسطاء جعلوا حركة حماس تحشر بنيمين نتنياهو في الزاوية ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية التي أعتقد أن شهية بنيمين نتنياهو من الممكن أن تزيد ومن الممكن أن لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بإحجام بنيمين نتنياهو بعد ذلك فماذا يصنع؟ الجميع الآن يتحدث على أنها جولة خاطفة يريد بنيمين نتنياهو أن يظهر لشعبه أنه دخل رفح وأنه استولى على معبر فلاديلفيا ومعبر رفح وبالتالي هذا الأمر يكون قد قطع الطريق على حركة حماس الأمر الأخير هو كيف للجانب الإسرائيلي أن يسمع اليوم بأن هناك قتل من الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس هل سيصمت المجتمع الدولي؟ هل سيصمت أهالي الأسرة لدى بنيمين نتنياهو؟ هناك الحالة الإسرائيلية اليوم من مع بنيمين نتنياهو لا يتعدى لعشرين في المية بأي حال من الأحوال وبالتالي بنيمين نتنياهو النهاردة يحكم العالم يسيطر على العالم وليس على الجانب الإسرائيلي أو فلسطين فقط ولكن بنيمين نتنياهو النهاردة أعتقد أنه يدفع في اتجاه بأن الولايات المتحدة الأمريكية داعم رئيسي له على طول الخط لو نظرت للمشهد في الداخل الإسرائيلي تجد أن بنيمين نتنياهو سموترش بن غفير ثم بعد ذلك الآخرون الآخرون كلهم كل دوليب الدولة الإسرائيلية تؤمن بأن عودة الرهائن بأي تمن بطبيض السجون بعدم دخول رفح دا أمر مهم وأيضا هي تريد الجانب الآخر المعتدل من الجانب الإسرائيلي يريد دعم لا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يريد تطبيع مع المملكة العربية السعودية وهذا أمر بنيمين نتنياهو النهاردة المملكة العربية السعودية رفضت التطبيع إلا بعد عدم دخول رفح وانتهاء هذه الهدنة وأيضا أن ندخل على خطوات عملية في إقامة الدولة الفلسطينية وعودة إلى مبادرة السلام العربية عام 2002 والتي طرحتها المملكة العربية السعودية في بيروت كل هذه الأمور هناك جانب كبير من الشعب الإسرائيلي يريد بناءها بهذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى في مأزق حقيقي بالنسبة لبنيمين نتنياهو لأنها تريد أن تقضي على مظاهرات الطلاب وبهذا الأمر تتصاعد مظاهرات الطلاب في الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بالمناسبة لدعم الشعب الفلسطيني لأن العالم يرى أن هذه إبادة جماعية يرى أن هذه اختراق للقوانين الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان لم ولن تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني عندما تصطدم مع الإدارة الإسرائيلية والدعم لإسرائيل لا محدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نعم طيب الأثار المتوقعة لهذه العملية لسيما على الداخل الإسرائيلي يعني هناك من يرى أن هذه العملية فقط تغذي طموحات اليمين المتطرف لسيما سموت ريتش وبن كفير ومن ورائهما بن يمين نتنياهو يعني أنا أعتقد أن هذه العملية ستجعل شعبية بن يمين نتنياهو أقوى بن يمين نتنياهو إذا دخل الحرب بعد ذلك أو إذا قام بإجراء انتخابات حتى ولو تركوا سموت ريتش وبن غفير أعتقد أنها قبلة الحياة وقبلة النجال بن يمين نتنياهو أن يسيطر على معبر رفح أن يدخل رفح الفلسطينية بهذا الأمر أعتقد أنه من الممكن أن يعود للواجهة مرة أخرى ومن الممكن وأنا توقعاتي أن الصفقة ستنتهي هذه المرحلة لأن لو نظرت إلى الرؤساء الوزرات الإسرائيلية منذ حرب 48 حتى هذه اللحظة كان قطاع غزة يسبب أرق حقيقي للسلطة الإسرائيلية في هذا الوقت وحتى في هذا التوقيت فبن يمين نتنياهو بجيشه وبسلطته ولن يستطيع الصمود في قطاع غزة لا في رفح ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في خان يونس لن يستطيع بنيمين نتنياهو جاءت الورقة المصرية إذا أراد النجاة كان لابد أن يأخذها ويتلقفها لكن بنيمين نتنياهو ينظر لأنه إذا تلقف الورقة المصرية وخرج فهو سيخرج من سدة الحكم في تل عبيب وبالتالي هو يريد أن يخرج وأن يعود للسلطة مرة أخرى سواء كان مع سموتريتش وبن غفير وغيره أو منفردا بعيدا عن الجميع وبالتالي هذه هي البرجماتية التي تسيطر على بنيمين نتنياهو والعالم كله يعلم ذلك والوليات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك والقطيعة بين بنيمين نتنياهو وبين بايدن ظاهرة من قبل الحرب على قطاع غزة منذ اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة التي أغتلت بالآياد الإسرائيلية في هذا الأمر وهي تغطي في عملها المهن والصحفي والإعلام الأمر كله أعتقد وبنيمين نتنياهو لم يزر الولايات المتحدة الأمريكية زيارة رسمية إلا في الأمم المتحدة هناك معارضين لبنيمين نتنياهو استقبلهم بايدن واستقبلهم البيت الأبيض وفتح لهم البيت الأبيض أبوابه ولم تفتح في قبل في وجه بنيمين نتنياهو كل هذه الأمور بنيمين نتنياهو يحملها لبايدن وهو يريد أن يأتي ترامب ليكمل ما بدأه سواء كان بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية سواء كان بالعطاء اللامحدود وهو يعلم ذلك جيدا بنيمين نتنياهو فهو يريد إطالة أمد الحرب بأي صورة من الصور لكي يستمر في سدة الحكم هذه المرحلة أنا أعتقد أن بنيمين نتنياهو بدخول رفح بهذه الصورة بهذه الطريقة أمامه أمرين إما الولايات المتحدة الأمريكية كما سمعنا وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت هي الأخرى تتعامل كما يتعامل إيران بالتقية أصبح هناك تصريحات يعني بنيمين نتنياهو يكذب والولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن كذبه وتبرر له هذا الكذب وبالتالي كل ما يحدث من بن يمين نتنياهو مصدق لدى الإدارة الأمريكية منذ الوهلة الأولى للحرب طفان الأقصى كلنا رأينا طفان الأقصى عندما أعلنت إسرائيل أن هناك قتل لنساء وأطفال واغتصاب كانت الآلة الإعلامية الأمريكية تأخذ من الحكومة الإسرائيلية بدون تدقيق وبالتالي وقعت في فخ بأنها كذبت بعد ذلك ولأول مرة الإعلام الغربي يكذب في كل مرة نرى تصريحات لبن يمين نتنياهو على أنها تسريبات لمسؤولين وهي تصريحات حقيقية لبن يمين نتنياهو كل هذه الأمور جعلت بن يمين نتنياهو يفقد مصدقياته لدى المجتمع الدولي الإدارة الأمريكية بدأت هي الأخرى تفقد مصدقياتها لدى الشعب بتاعها لأول مرة نرى معادات السامية لم تكن الفزاعة ولن تعود الفزاعة التي يعاقب عليها الأوروبيين النهاردة معادات السامية ليست موجودة الناس كانت في الأول تخاف تقول إسرائيل لمعادات السامية وبالتالي النهاردة معادش فيه حاجة لمعادات السامية وده أفلح فيها بن يمين نتنياهو هو من أوصل العالم بأنه لن يكون هناك معادات السامية لما يحدث فيه قطاع غز ولكن تصريحات بايدن